نظام المحاصصة باق في العراق ولن يتغير هذا ما خلص إليه تقرير صادر عن مأهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى شعب خرج مغاضبا يرفض الاستئثار بمقدرات وخيرات وطن كامل ينبذ الأحزاب وتطلعاتها شعب أعلن بمختلف ساحات الاعتصام براءته من الميليشيات التي أمعنت فيه قتلا ولا تزال تسير بطريق يخالف الرؤى الشعبية المتطلعة إلى خلاص يقين عنوانه ثورة تشرين المعهد الأمريكي ذكر أن فشل حكومة محمد توفيق علاوي سببه تغلغل نظام المحاصصة جاء في تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أيضا أن كل حزب في العراق لا يمكنه تكوين ائتلاف حاكم مع وجود سلطة لهذه الأحزاب لعرقلة أي مرشح محتمل وكذلك تفعل الميليشيات وبحسب التقرير فإن الفصائل والميليشيات الموالية لإيران عملت لسنوات عديدة لتظفر بالسلطة والثروة إما لصالح طهران أو مصلحتها على حساب عموم العراقيين راهنا يبدو أن الهدف الرئيس لإيران هو إنهاء الاحتجاجات العراقية من خلال أدواتها الميليشيوية في الوقت الذي تحدد فيه بدائل سليماني وأبو مهد المهندس أدوات عملت على تكريس دور إيران في العراق هو ذات الدور الذي تواصله فصائل وميليشيات تمهد لنفسها ولإيران الطريق للسيطرة على العراق دائما سلطة وثروة معلومات ذكرها التقرير الأمريكي تشير إلى أن هناك من يسعى إلى الإبقاء على عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء رغم استقالته لما بهذا الأمر إذا تم من مصلحة حقيقية لإيران وكثير من الميليشيات فبقاؤه يعني الحفاظ على مكاسبهم الانتخابية عام 2018 وفي ظل خروج الأوضاع عن السيطرة الإيرانية الكاملة فإن الخلافات بين الكتل الشيعية قائمة بصورة أو بأخرى وإن لم تظهر جلية مع استمرار هذه الميليشيات بتصعيد عنفها ضد المتظاهرين السلميين وكل من يرفض وجودها في الساحات إذن شعب يرفض الحزبية والطائفية والمحاصصة وكل الأحزاب التي تواصل سرقة العراق من أهله وخلف الأبواب المغلقة حصص توزع ووطن تهدده المزيد من سنوات الضياع التي يعيقها شعب يرفض أن ينكسر